صرح السفير محمد عمر جاد سفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أن الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن لشهر نوفمبر والتي اختتمت اجتماعاتها أمس الثلاثاء أحرزت نجاحا في تناول قضايا السلم والأمن ذات الأولوية على الساحة الأفريقية وأنها تمثل خطوة جديدة على صعيد تعزيز دور مصر في مجال العمل الأفريقي المشترق كما صرح المندوب الدائم المصري لدى الاتحاد الأفريقي بأن شهر الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن اهتم كذلك بالنزاعات في قارة الأفريقية حيث تم تناول الأزمات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والتي تأتي ضمن أولويات عمل المجلس